اشتركوا في القناة تفاصيل ما بين إيجابية وما بين سلبية تستحق كل واحدة فيهم على حدة أن نقف عندها ونتأملها ونتناولها بشيء من النقد والتحليل وده اللي حنحاول نعمله دلوقتي حالا مع كابتن أحمد عبدالفتاح نجم النادي لأهل السابق اللي منورنا في الحلقة صباح الفرد يا كابتن وأهلا بيك صباح الخير يا كريم وصباح الخير بونجور جدا يا فندم والله يعني أنا حاسة أن أنت مش جاي مبسوط قوي صح كده؟ أكيد طبعا من بعد مباراة مبارحة كان عندنا أمل كبير بعد حتى البداية كانت موفقة للعابة النادي موفقة جدا بصراحة والخوف الكبير جدا من العابة النادي الزمالك وأداءهم الشيط الأولاني كان فيه فرصة أن نعمل شكل أفضل كان عندنا فرصة أن نعمل نتيجة أفضل كنا عندنا فرصة أن نحسم الدوري بدري صح لأن مكسب مبارح كان هيدخلنا في موضوع تاني خالص وفي سكة تانية خالص هتفرق كبير جدا فرق كبير جدا من العدل اللي نعط بينك ومن نادي الزمالك تبقل ده ما حصلش لي يا كابتن في رؤيك والله فيها عامل كثيرة طبعا الثقة الزيادة بعد أداء الشيط الأولاني وشكل الأداء نادي الزمالك طبعا من لعبة نادي الأهلي لعبة خلاص حست أنها ممكن تكسب في أي وقت يكسبنا 1-0 عادي نادي الزمالك مش المنافس اللي بين أن هو هيخش المباراة ويقدر يجيب جون فيك لأنه كان بعيد تماما عن مربع شنا وشوت الأولاني دي النقطة الأولانية مع نهم دفاع ما كانش أفضل شيء وإحنا داخلين عارفين ده وفين أن هما بيلعبوا بناشئين يعني غير الدفاع هما كمان هجوميا ما كانش لهم شكل هجومي بيحاولوا هما يقفلوا بيحاولوا يقفلوا بيحاولوا يبعد الفرص الناتجة للنادي الأهلي حتى الهجمة المقتدر بالنسبة لهم كانت ملاحش شكل لغاية لما تغييراتها اتعاملت تتاع الشوت تاني وطبعا شوت تاني وتحديدا شيكابالا الحقيقة ألب مجريات الأمور أكيد طبعا خبرة شيكابالا شيكابالا طبعا العيب جيد جدا مهارته عالية جدا زائد أنه كده قائد لنادي الزمالك قائد لفين نادي الزمالك نادي الزمالك هتحس أنه ملاحش قائد إصرار زاد عند العيب نادي الزمالك ده عند نادي الزمالك عند نادي الأهلي موضوع اختلف بسبب حاجات تانية خالص إجهاد معظم نجوم الفرقة زي حمد فتحي وصابة حمد فتحي اللي أنا شايفها نقطة مهمة جدا في أدايا نادي الأهلي في مبارات كتيرة مش مبارات أمس حمد فتحي من الناس اللي وجودهم مهمة جدا في نفس ملعب نادي الأهلي إصابته تعملك مشكلة كبيرة جدا بس إحنا برضو لازم نقف عند النقطة إن حمد فتحي إصابته كترت مش سبب إن حمد فتحي لا بسبب إن هو تلحم المبارات منتخب ماتشات كتيرة ما بيلحقش يكتمل شفاء وأكيد لكن نتكلم إجهاد حمد فتحي إجهاد علي معلول وإصابته إجهاد السلية أحمد عبدالقادر مش في حالته شايف إن قفشة ما بيقول إنه قفشة بس أنا شايف إن قفشة أفضل الناس بس مش العادي بتاعه طبعا شفنا من قفشة مبارح أولى 40% من قدرات وإمكانيات أكيد حتى ما وصلناش للنص كان فيه بترجيع يعني أنا برجع كرة الورى مع قفشة برضو يعني ما كانش بيطلع له قدام ما عرفش ناحية المرمى لو تصلح لي بس أمدل أنا شفته نادي الزمالك طريقت لعبه كان عامل زون ديفنس فقفل المساحات كتير فبيحاول إداء الكرة من وراء عشان نادي الزمالك يكون عنده اندفاع هجومي فالمساحات تبقى أكتر للعب تنادي الأهل لكن لعب نادي الزمالك أنا شايف شوط الأولاني ما لهمش وجود خالص الأهل كان بيلعب الأهل بصراح خسارة كبيرة جدا أنك إنت ما تكسبش المبارات خسارة كبيرة جدا أنك إنت ما تعملش حتى سكور إحنا مشكلتنا في مصر الناس ببتك تفتكر بتفتكر آخر نص ساعة من المباراة أو آخر 3-4 مبارات من الموسم فيحسسك أن النادي الزمالك هو الأفضل لا لو تفكر في المباراة عاماتا كلها إجمالين لا النادي الأهل لعب شوط هو كان الأفضل ونادي الزمالك يعتبر هو الأفضل شوط التالي لكن أنا أقولك على نقطة مهمة جدا النادي الأهل لما حس النتيجة وصلت لتنين واحد شوف الإصرار عوضها على طول إنت لو لو 3 دقائق دولة لعبت بيهم الشوط التاني والإصرار ده الموضوع المباركة وأرسل ما نلعبش بيهم ليه من أول الشوط الأول أساسي وشوط أبقى تاني بإصدام الجهاز ده بدايتنا ونستمر على هذا الأمر يعني إحنا لو سجدنا ربنا كرمنا وسجدنا هذا بمبكر ليه بقي وديقافة عندنا في كرة القدم المصر ليس بكلم على الأهل بكلمت المطلق حتى على صعيد المنتخب نجيب جون نرقت بقى عليه النتيجة النتيجة اللي بتأثر على أداء اللعب يفضل يشد حلو النتيجة يقرس لغاية ما يقرس على نفسه لغاية ما يقدر يجيب جون تحس أن الدنيا هديت شوية أنا خلاص أنا كسبان والفرقة التانية الخسرانة تلاقيهم هم اللي دايسين عايزين يوصلوا للتعادل وأول ما يتعادل تشوف بقى الدوافع ومين اللي عايز يكسب المباراة لكن أنا شايف أن المباراة فيها حاجات كتيرة المباراة راحت ووجات وفيه شغل للمدربين كل واحد عنده فكر كل واحد عايز يوصل للمورا بشكل معين النتيجة هو عايزها معينة لكن عايز برضو أشيط بدور سامي كابسامي أمصان والدور اللي عمله والفترة القصيرة دي من ساعة مميسك الفيرة طبعا مش عايزين نقصه على كابتن سامي لا كابتن سامي مدير فني وعاية 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 عرضة لأي انتقادات على فكرة ما كانش كابتن سامي عرضة في لأي انتقادات من أي طرف عايزي أنا أجد منطقة دراتي بأتكلم إن هو كابتن سامي من مداربين الكبار اللي استفاد كبير جدا الفترة اللي فاتت من المدني فنين اللي اشتغل معهم خد الفرصة وأتمنى أن الفرصة طول معاه شوية ويشتغل الموراة اللي جاية هنلاقي هنلاقي شكل تاني خالص نحن النقطة الوحيدة كنا بس كمهير الأهل اللي نحن كنا واثقين كمان إن ده ممكن على فكرة يحصل وإن شاء الله يحصل قدام في لعيبة مؤقتين عندنا كانوا كذبوا الزمالك وهما مؤقتين زي اللي لسه كنت بقول أنا وكريم في الأنترو كابتن عبدالشافي محمد يوسف عندك فتحي مبروك ناس كثير جدا ناس كثير جدا فحسام البدري في أسماء كثيرة قلناها وكابتن سامي كان ممكن يعني زي ما بيقول إيه يحصل أو ينضم إسم طبعا ولكن على كل حال مبارح كانت المباراة برضو ظروفها غريبة بس الحاجة الحلوة بقى الحاجة الحلوة جدا وده كلام ما لازم يتقال بصراحة هي الجماهير والمشهد المحترم والراقي اللي احنا كنا بنتكلم عنه من بداية اليوم مبارح قبل المباراة بساعات يعني وقلنا احنا عايزين نشوف مشهد رقي وبصراحة كان جماهير الزمالك والاهلي أكثر من محترمين الاتنين وكمان اللعيبة الروح الحلوة اللي شفناها كانت برضو حاجة بصراحة لازم الواحد يقف عندها ويتقال محد لما يشوف حاجة حلوة لازم يقول عليها حاجة حلوة كان في رعصات حلوة كثير ده بسبب اللجنة اللي بتدير الدور الممتاز اللجنة لها قرارات معينة وحصل أي خروج عن النص وحصل من جماهير كتيرا جدا وحصل فيه قرارات فيه ناس بتتمنع عن وجود المباراة لعدد معين فيه ناس بتتمنع على طول فالقرارات دي مخوفة خلاصة عارفت أن ما فيش هزار أي حد هيخرج عن النص مش هبقى ليه دور في وسط الجمهور فرقته فده اللي بخلي شكل الجمهور متحضر شكل الجمهور كويس حتى كمان علاقة اللعيبة مع بعض هي اللي بتوصل الجمهور لو حصل أي مشكلة في الملعب شوفنا مواقف كثيرة جدا شيكابالا مع مصطفى شوبير شوفنا وليس سينيمان مع عشور شوفنا حاجات حلوة دي بتأثر على الجمهور بتخلي الجمهور علاقته مع بعض هي بتؤثر على الرياضة المصرية على فترة مش بس على الأهل أو الزمالي نروح فاصل حدثنا أكيد لسه فاصل سريع جدا هل نرجع نكمل يا أهلا بيكم مرة تانية رجعنا عشان نكمل درداشتنا مع كابتين أحمد عبد الفتاح اللي بنورنا في حلقتنا النهاردة وكنا وقفنا في الكلام يعني مش مقارنة بس يعني إيه مرينا كده سريعا على فريرا بالمقارنة بكابتين سامي ومسان بس بس احنا اتكلمنا أكتر عن كابتين سامي تعال نشوف رؤية حضرتك يعني لفريرا وتحديدا التبديلات وما نتج عنها من تغيير جزري في مجريات الأمور فريرا كان بيشتغل على حسب ملكة المباراة يعني لما كان والوينش وملاعب ممكن 3-4-3 3-4-3 ومدي حرية لعبد الله جمعة ولكن لما النادي الأهلي بدأ يجيب جون وبدأ الشوطين غير غير طالع عبد الشافي ونزل شكبالا لأنه عايز يعدل الموضوع تاني حاول يمسك نص الملعب وده اللي حصل فعلا لما فجود شكبالا لما تلاحظ لما كسب جاب الجون التاني رح ما بدأ يغير زيزو ونزل عبد الجواد مدافع فكره تغير تاني برضه لأنه الآن عايز يحافظ على المكسب نادي الأهلي لما تعادل هو فكره كل المباراة حس بالعبته وحس النقص اللي عنده عايز يطلع المباراة بالتعادل لكن كابتن سامي بالنسبة بداية المباراة تشكيل الفرقة من الأول عايز يكسب المباراة في نص ساعة من المباراة الشوط التاني أنا شاف أنها نص ساعة دي لقابت نادي الأهلي هي اللي خرجت برة التركيز عمل بعد تاني وإصابة حمد فتح أنا شاف أنها نقطة تحول كبيرة جدا في أداية النادي الأهلي نزول متولي في نص الملعب وأنا شاف أنه متولي لسه برضه موصلش في المئة من اللي يقتل بدنية غيرت من أداية النادي الأهلي نص الملعب تاهم من نادي الأهلي شوية رجع تاني كابتن سامي عمل بعض التغيرات ورجع متولي لعب في خط الظهر ولعب أبشا في نص الملعب ومحمود وحيد نزل مكان علي معلول قدت قوة شوية مع صلاح محصن قدت قوة شوية للنادي الأهلي كان عايزة رجع للمبارة وعايزة في حالك تحس كمان أنك أنت بعد ما جبت البلد التاني بالتعادل بص على عادة النادي الأهلي ما حادش بيحتفل كله بيزوق صلاح محصن يقوله يلا يلا حتى نكسب التالك لأن أنت عارف أنت شكلك في المبارة كان إيه وانت كان شكلك ندازم تكسب لكن كانتش فيه وقت لكن الوقت اللي كان معك أكتر أو أطول مع الدوافع ومع الإحساس فعلا أن أنت المبارة كان في إيدك كان ممكن لدي الأهلي يكسب مبارة لكن قدر الله ما شاء فعل خلاص حتى تحس الناس كلها بارح نامت مبسوطة لدي جمهورناد الأهلي جمهورناد الزمالك لا اسمحي بقى لا من نبناش بس أقول لك كان ممكن يحصل هزيمة ممكن الهدف ده ما يجيش يعني إيه لا ما هو كانت العرضة كالهزيمة أكيد أكيد ما أنا بقال برد هو ده بكلام عليك أقول لك على حاجة كابتر أحمد من ضمن الحاجات اللي كانت ملفتة للنظر مع نهاية أحداث الموتش مبارح أن على غير المعتاد بيبقى دائما فيه يعني إيه فئة كده من جمهور الأهلي وجمهور الزمالك يبقى عاديين نستنين اللحظة دي عشان يبتدوا يحفلوا على بعض طبعا طبعا تحس إن كل واحد عمالي بص للتالي مش عارف يقول حاجة خلاص برهن جاتي فباركنا البعض في الآخر والله مبروك علينا ومبروك عليكم بس اللحظ علينا في نقطة أمومة جايزة أتكلم فيها طبعا نادي الزمالك ومصر فرق إدى فرصة المجموعة أنا مش عايز أقول بقى اللي هو بيتقال ناشئين ما ينفعش أجمع لعيب موليد تسعة وتسعين اللي هو دلوقتي عنده ترتعة وعشر سنة يبقى ناشئ الزمان الناشئ ده سبعتاشر سنة طب مونتاشر سنة بلعب هو ده الناشئ مش بتكلم على موليد تسعة وتسعين أيا طبعا إذا كان يوسف وقسامة نبي لعب جيد جدا وهائل إذا كان سيف فاروق عفر هائل حسامة عبد الجواد هائل لعبا كويس بس دولة كبار مش ناشئين هم لعبهم متأخر شوية أو أداء الزبط إنت ما تطلقش عليهم مفروض وفقا للسن ناشئين أصلا بس هم ما بتطلقوا عليهم ناشئين هي دي المسكلة يا مردو داخلها بتحت بد التحفيدي يقولك ده احنا بلعبكم بالناشئين هي دي نقطة يعني هو كلمة ناشئين اتبروزت هي دي أنا برد عليها لا لا رد محترم أتكلم بقى في الناشئين أتكلم لا ناشئين سنة بلما عنده 16 سنة وبيلعبني بقوله ناشئ لما نادل أهل اللاعب بالناشئين ما كانش حد يعرف حسام 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 ما حدش يعرف طريق خليل ما حدش يعرف وكان عمرهم كم هم دول كان عندهم 18-19 سنة هو ده كان الناشئين موقتها مش عايز أخفل برضو دور مستر فرير ان هو يدي الفرصة للولاد دي لان فعلا الولاد يستهلوا خامة طيبة جدا بصراح واستغلوا الفرصة صح وحاجة تانية نقطة مهمة جدا ناس شبعاء ناس جعانة كورة مهمة جدا بالنسبة للكورة دلوقتي الناس اللي جعانة كورة شكلها أداء مختلف غين اللعيب وقتلعيد ده شبعان كورة لعيب مجهد دولة لسه سنه صغير أداء عدد المبارة اللعبها وليلة فأداءهم لسه تحسين لونك اللعيب لسه فرش لكن احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا لعيب تلنادي الأهلي مجهدين أنا لسه منازل على الفيس بوك دلوقتي بطلب ان الموسم يخلص على كده بجد احنا محتاجين راحة لعيبة مصر محتاجين راحة محتاجين نيفل كده شوية شهر شهرين اللعيب يرتاح وابدأ موسم من جديد هتلاقي شكل مختلف تماما ده هيعود على لعيبة النادي الأهلي لعيبة الزمالك منتخب مصر مش عايز أقولك ده أنا في أثيوبيا مش كابتن أهب جلال مش لعيبة منتخب مصر لا جماعة لازم لازم ندرس الموضوع صح احنا عندنا بأن موسمين ثلاثة التلاحم ده عامل مشكلة كبيرة جدا في قدال عبد النادي الأهلي ونادي الزمالك ومصر كلها كلام حضرتك مظبوط وحنقف البقى به لأن حسن الختام صراحة لأن هي دي مشكلتنا فعلا لو حتلخص كل اللي يحصل اللي هو مين دي الإجهاد والتلاحم واللخباطة اللي عملة تحصل احنا نفسينا كجماهير والله يقولنا نفسينا نتعبنا نحن لسه ادلعب في كاس بصر اللي فات مش عارفين الغي على كل حال نورتنا كابتان أحمد والله بجدك العادة وخير إن شاء الله في المباريات المنتظرة المؤجلة للأهلي بإذن الله نورتنا كابتان أحمد بنشكرك على وجودك معنا نشوفك على خير إن شاء الله في أقرب وقت حنبتع باصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نهواند حيكون لي حوار مع دكتورة ريهام العراقي خصائية التخزيير العلاجية وموضوع يهم كتير جدا من حضراتكم أدعوكم لمتابعة الفخرة دي وأنا أشوفكم إن شاء الله على خير بكرة بإذن الله